يعقد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا غدا لإطلاع رأي العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة كان الجهاز التنفيذي قد أعد تقريرا شاملا تضمن ما يفيد الانتهاء من جميع التكلفات والتوجهات التي حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برأسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة في إطار الاستعداد لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي المهم وأحل الجهاز التنفيذي تقريره إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات الذي عقد بدوره عدة اجتماعات لتأكد من الجاهزية الكاملة لإجراء العملية الانتخابية على النحو الذي يتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الدولية والوطنية الراثقة في شأن الانتخابات ترجم الانتخابات